يقول السائل بعض الناس يجوزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث الأعمى نرجو توضيح ذلك حديث الأعمى ما هو صحيح حديث الأعمى ما هو صحيح ولا يجوز الاستدلال به ولا يجوز التوسل إلى الله بالمخلوق لا النبي ولا غيره التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولا يتوسل إليه بمخلوق